اشتركوا في القناة ازرف اللون اخواني اليوم حديثي سيتركز على منشور او رد قامت به وزارة الدفاع على ما سموه من انباء متداولة غير صحيحة ومغلوطة ووالى اخره سيكون هذا هو الموضوع الرئيسي اللي تحدث فيه لكن قبل ذلك خليناك المباشر ولكننا بطبيعة الحال منشغلين بقضايا اخرى في الداخل هي ما يحدث في ليبيا ما يحدث في ليبيا هذه الايام اخبار جميلة واخبار مفيدة واخبار اساسية بالنسبة للجزائر والشعب الجزائري وللمنطقة المغاربية ككل فقوات حفتر تتلقى هزائم شديدة تلقت هزائم شديدة هذه الايام في المنطقة الغربية اللي كانت تقريبا كلها تحت رأوا فيه سينيال كبير على الفيسبوك اخواني اللي يجد صعوبة يدخل على اليوتيوب من البداية حاولوا يقطعوه يعني اذا كما قلت كان فيه سيطرة لقوات حفتر مدعومة سعوديا اماراتيا فرنسيا روسيا اسرائيليا مصريا ناهيك عن المرتزقة بعض المرتزقة من تشاد من السودان الى اخره مدعومة تقريبا لان الحدف الرئيسي بالنسبة لمجموعة القوى اقليمية وعالمية تريد تثبيت جنرال على رأس الحكم كما ثبت السيسي في مصر يريدون تثبيت حفتر في ليبيا وليس بعيدا ربما بعدها يتلهوا اكثر بتونس والجزائر وان كان الجزائر اساسا هي نظام عسكري بطبيعته وليس من الان منذ ثمانية وخمسين سنة لكنهم كان فيه شغل على ان يأتوا بأجرم العناصر ربما لتقود البلاد فهذه الاخبار جميلة ناهيك انها تمنى ايضا من حيث ان حفتر كان سبق وانهدد الجزائر هدد باجتياح يعني الجزائر وما لديها من امكانيات عسكرية وصل هذا المرتزق الميليشيا لان يهددها ولم يكن هناك اي رد تقريبا اي رد حقيقي من طرف العصابة يومها كانت ممثلة بقايد صالح وبودفليقة لان هذا التهديد كان قبل حوالي سنة ونصف تقريبا او سنتين لان اختصار بسيط في العمق يتفقون مع حفتر بالنسبة اليهم انتفاضات الشعوب ضد الطوغات تغيير الأنظمة قيام دول مدنية قيام أنظمة شعبية قيام دول مستقلة حقيقة وبلدان مستقلة حقيقة ما يخدمهمش ما يخدمهمش ولذلك وجدناهم مثلا القذافي اللي كانت في خصومات دائما مع النظام الجزائري لم تتوقف ولعل يستطيعنا تحدث فيها لساعات قد قضيتنا حوالي اربع سنوات في ليبيا في البداية التسعينات مع ذلك حينما انتفض الشعب الليبي بدل من أن يكونوا مع الشعب وما يخلوش فرنسا تدخل وتزعم أنها تدعم الثورة وإلى آخره كانوا مع نظام القذافي اللي طامع ولحد الآن بالمناسبة النظام الليبي النظام القذافي هو النظام الوحيد في العالم أو في الدول المجاورة لنا الذي لا يعترف بحدودنا في حوالي 35 ألف كيلومتر ويزيد قليلا حسب كيف نحسبوها فيما يعرف بلوبوانت ري بارتيت أي في النقطة الثلاثية ما بين نيجر والجزائر وليبيا هذا المدخل كما يسموه هوما هذا الرسم لا يعترف به القذافي ولم يعترف به يوما يطالب به دائما مع ذلك وقفت العصابة انتاعنا مع القذافي بدل أن تقف مع الشعب الليبي على كل هذا موضوع الداخل اللي همنا فيه هي هذه الانتصارات ونتمنى أن تكتمل ونتمنى أن يسقط المشروع الإماراتي السعودي المصري الفرنسي الروسي الأمريكي في ليبيا لأنه خطر وخطر كبير علينا من بين الأخبار أيضا ما قد تحدثت عنه صندوق نقد الدولي عامل دراسة صدرت قبل أيام يتحدث فيها عن الاقتصاد العالمي ومن بين الاقتصادات تحدث عليها اقتصاد الجزائر بطاعة الحال الاقتصاد العالمي كله يدخل في مرحلة الآن كل الناس أو كل الخبراء يتفقون على أنها هي الأسوأ منذ تسعين عام منذ الأزمة الكبرى في 1929 أي أن ما يشهده العالم الآن أسوأ حتى مما شهده من ناحية الاقتصادية مما شهده خلال الحرب العالمية الثانية وكل ما تلاها ومما شهده قبل 11 سنة 12 سنة في الأزمة الشهيرة 2008-2009 أزمة القروض وأزمة المالية والرأسمالية العالمية فالتقديرات الآن تتحدث على عدة تريليونات أي عدة ألاف من المليارات آخر تقديرات تقول 9 ألاف مليار دولار سيخسرها العالم بسبب هذا الوباء والجزائر حسب تقديرات الأفامي يقولون من أن الجزائر ستخسر أقل شيء ناقص أن هذا العام سيكون ناقص خمسة ونص تقريباً من الناتج مما يعرف بالناتج القوي كم بالضبط؟ سنشوف الرقم هو خمسة فاصل بكل تأكيد خمسة فاصل اثنين ناقص خمسة فاصل اثنين بمعنى أن الجزائر ستخسر في حدود أقل شيء 10 ملايير دولار إذا كان الناتج القومي الإجمالي هو في حدود 200 مليار دولار ضعيف جداً بالمقارنة للمساحة وعدد السكان والإمكانيات لهذه البلاد واحد في المئة الاقتصاد الجزائري هو واحد في المئة من الاقتصاد الأمريكي على سبيل المثال في حين أن مساحة الجزائر تصغر أمريكا فقط بأربع مرات والسكان يصغرون فقط بثمان مرات بينما الاقتصاد يصغر بمئة مرات أنا أتوقع أن تكون أكثر حتى من خمسة فاصل اثنين لأنه إذا بقي تسعار البيترول كما رهي مثل هذه الأيام اللي رهي بدور ما بي 17 دولار وفي أفضل حالات 30 دولار فبكل أسف سيكون لشيت كما تقال سيكون بالناقص أكثر من خمسة فاصل اثنين لأن جزء أساسي من الاقتصاد الجزائري هو اقتصاد أو بيع المحروقات بيع الغاز والبيترول من بين الأخبار أيضا اليوم يتحدثون عن تسجيل 116 إصابة جديدة وارتفاع إجمال الإصابات إلى 2534 وتسجيل ثلاث حالات وفات اللي يرتفع عدد الوفايات إلى 367 ويقولون أن 48 حالة جديدة تماثلت للشفاء مرة أخرى وأن عدد الحالات كلها التي تماثلت للشفاء هي 894 مرة أخرى يقولون أن هذه الأرقام ليست صحيحة وليست دقيقة بأي حال من الأحوال وإلا فمن غير المنطقي أن تكون كل هذه الفوضى العارمة في البلاد بما فيها الحجر على الناس حجر البوليدة كاملا حجر لمدة 16 ساعة في 9 ولايات من بين أكبر الولايات في البلاد بما فيها العاصمة حجر على باقي الولايات لمدة 12 ساعة وتوقف للنشاط الاقتصادي شبه كاملا يكون فقط بسبب هذه الأعداد لأن لو نظرنا إلى الأرقام فمثلاً عدد الجزائريين الذين يموتون سنوياً هو في حدود 180 ألف أي أنه في كل يوم كل يوم المعدل لتعال الوفيات في الجزائري الوفيات الطبيعية كما تسمى وهي نتجة عن الموت لأسباب متعددة هو 500 شخص بالمناسبة هؤلاء اللي الناس الآن يتوفرون لهم سواء لأسباب أمراض أو حوادث أو طبيعي أو يعانون معانات مرة 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 على كافة المستويات بما فيها على مستوى الدفن إذن عندنا خارج الكورونا اللي أحدثت كل هذا الهلع واللي اليوم يقولوا فيه ثلاث وفاية فقط عندنا في الحقيقة في الأيام العادية 500 وفات وهذه ال 500 وفات ما توقفتش لأن فيه الكورونا توقفت لا ما توقفتش ما زال نسموته لأسباب متعددة فلذلك تبدو هذه الأرقام مرات فيها كثير من الكذب وكثير منها إن شاء الله فقط ما تكونش الأمور أسوأ مما نتوقع ومما نتصور لأن هذه الأرقام لما يمدوها بهذه الطريقة أحيانا في الحقيقة يقدموا نوع من الأوهام من الصرار وبناء عليه السؤال إذا كان عندنا فقط ثلاث وفايات وفقط هذه الإصابات لماذا كل هذا الإغلاق؟ لأن هذا الإغلاق سيكون تأثيراته كارثية لحد الآن عندها تأثيرات اجتماعية ونفسية تأثيرات على المدرسة الأطفال نفسية الأطفال نفسية الناس داخل البيوت الضيقة أساسا في الغالب الناس اللي مش واجدة لا تجد أكل الناس اللي لا تجد مدخول والآن مضاوه في هذا موضوع المليون اللي هو مرة أخرى يثبته إما الفشل العارب لإدارة الشؤون البلاد وشؤون الناس وإما أنهم بفعل يريدون ما زال يريدون أن تمضي هذه الكورونا تستمر وتنتشر شفنا صور أمس كيفاش الناس مباربين على هذا موضوع المليون والسؤال البسيط في دولة بوليسية دولة عسكرية تحسب على الناس أنفاسهم ويقولون أنهم يعرفوا كل شيء ويتابعون كل شيء كيفاش ما تعرفوش الناس الفقراء والناس اللي يحتاجوا المليون كيف لا يعقل هذا المفروض عندكم قوائم رمضان تع القفة اللي هي تعفى ضايح كل عام عندكم الأرقام من خلال المدارس والأطفال المتمدرسين واللي هما فقراء واللي أحيانا تعطى لهم بعض الامتيازات أو على الأقل ينحولهم بعض الضرائب في هذه الآن اللي هي دائما لكاردريدون ديتيه هذه البطاقات التعريف الإلكترونية اللي فيها تقريبا كل المعلومات وكل التفاصيل عن الناس كل هذه تخلي الإنسان يضرح السؤال لماذا إذن هذه الفوضى قدام المراكز البريد على جال خمسين أورو مليون سنتيم هو خمسين أورو فيه إذلال فيه إهانة فيه نشر الفوضى فيه فشل واضح وفيه إضافة لكل هذا انتشار الوباء زيادة في انتشار الوباء خلي نسمعكم هذا تباو فيه إذن كيفية تقريبا كيفية تقريبا خلينا فيه إذن كيفية تقريبا فيه إذن كانت هذه واحدة من الاهزيج في الجمعة 22 نوفمبر 2019 سنرى ممكن فيه اخرى ايضا في هذه ايضا موسيقى هذه كانت جمعات 41 جمعة 41 في الحقيقة فيه ايضا قبل هذه الجمعات فيه انشيد لكن هذه على السريع طلبت من المساعدة اني بحثت عليها على السريع فكرت اني نذكر الناس فذكرتها قبل قليل فقط وفيه انشيد وهزيج بهذا المعنى وخاصة بعزة وسيني حبي ولي السيسي وايضا فيه شعارات كانت مكتوبة في عدة مدن في الحقيقة الشعب الجزائري كان اذكى واعمق وا افهم من هذه العصابة التي تحكم البيئات واللي اليوم طلع بيان وخلين اليوم انا كنت باش على اساس تكون معهم هدنا لكن اليوم راح نرد عليهم مليح لانا نطلعين بيان فيه سخيف جدا 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 سوف نقرأ لكم فالشعب الجزائري كان فاهم وكان عارف واستطاع ان يخرج اسم ابو عزة وسيني في شعاراته وفي اهزيجه وفي جمعاته وفي الثلاثة بينما هذه العصابة تجد قلنا كلام لا يصدقوا عقلي طلعوا بيان اليوم ولعل انا لا اعرف انا لا اتابع القنوات القنوات العصابة في الداخل لكن بكل تأكيد يكونوا نشروه هناك في القنوات وجابت ايضا جرائدهم ومواقعهم وذبابهم يكرر فيه الاخري واش فيه البيان؟ نقرأ لكم الجزء اللي هو من وكالة الانباء قال لك وجاء في بيان وزارة الدفاع الوطني تداولت بعض المواقع الالكترونية ووسعت التواصل الاجتماعي يوم امس الجمعة 17 افريل 2020 معلومات مغلوطة واشاعات حول تنحية وتوقيف عدد من القيادات المركزية وايطارات عليا بالجيش الوطني الشعبي مؤكدة انها تفنت قطعيا هذه الدعايات المغرضة الصادرة عن ابواق ومصالح لم تعجبها التغيرات التي باشرها السيد رئيس الجمهورية القاعدة الاعلى القوات المسلحة وزير الدفاع الوطني واعتبرت الوزارة هذه الاشاعات محاولة يائسة لبث البلبلة وزرع الشك في صفوف جيش الوطني الشعبي الذي سيظل الحصن المنيع الذي يحمي بلادنا من كل المؤامرات والدسائس وإذا ذلك سجلت وزارة الدفاع الوطني استنكارها وبقوة لهذه الممارسات الدنيئة مشددة على أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المناسبة لمتابعة مروج هذه الحملة وتقديمهم أمام العدالة لوضع حد مثل هذه الحملات التضليلية والتحريضية للرأي العام ومن جواخرات تؤكد وزارة الدفاع الوطني أن كل القرارات التي تتخذ في هذا الإطار يتم التعامل معها إعلاميا بكل الشفافية المطلوبة ويتم إطلاع الرأي العام بها في الوقت المناسب هذا هو حسب وكالة الأنباع الرسمية ما جاء في بيان وزارة الدفاع مليء يعني مبتدئ في التعامل مع الإعلام مبتدئ في السياسة مبتدئ في الجيش ما يرتكبش الأخطاع وهذا خلاني في الحقيقة حتى نرد عليه بقوة هذا البيان بداية يتحدث على أنه معلومات مغلوطة وإشاعات حول تنحية وتوقيف عدد من القيادات المركزية طيب يوم 8 أبريل الماضي قبل عشرة أيام بالضبط من اليوم خرجت القنوات وخرجت المواقع انتاحهم تظهر لنا أن شنغريحة قائد الأركان بالنيابة الجنرال شنغريحة قائد الأركان بالنيابة يقوم بترسيم شخص اسمه عبد الغاني راشدي قالوا أنه اسمه الجنرال العميد عبد الغاني راشدي ليكون نائبا للمدير العام للأمن الداخلي بدون ما يسموه اللي هو الجنرال الملاحظة الأولى ما هو أعطاء تلك الصورة في القنوات وفي الجرائد لهذا الترسيم المفروض هذا جنرال نائب تعيين جنرال نائب لجنرال آخر الغالب كانت الناس ما تعرفش وجوههم وما تعرفش أسماءهم ولا يذكرون أصلا في الإعلام الرسم يسربوها هنا أو هناك فأنتم قمتم بإعلان كبير لذلك في التلفزيون أول ملاحظة لحظها أي واحد هو عدم وجود بعزة وسيني في الترسيم كيف يعين نائب لشخص وهذا الشخص ما يكونش حاضر يعني راه غاضب أو راه مطرود وحده من زوج لأكثر من ذلك هو في عبارة بصلاحيات واسعة قام تبون رئيس كذا وزير كذا مانيش عارف كذا كل هذه الصغار رسمية طويلة ثم بعبارة بصلاحيات واسعة عبارة صلاحيات واسعة كانت إشارة منكم للعالم أجمع من أن هناك خصومة هناك مشكلة يعني نعينش واحد نائب لواحد ونقول لأعطيته صلاحيات واسعة لأن بهذا المعنى أن المدير المسؤول انتهاء وروني نحلف صلاحيات وهذا هو المعنى الحقيقي لها بعدها بخمسة أيام قام شنقريحة مرة أخرى قاعد الأركان بالنيابة بتعيين نفس الجنيرا اللي كان قبل خمسة أيام نائبا أصبح مديرا عاما للأمن الداخلي بالنيابة بمعنى الإيطاحة بوعزة وسيني هل هذا صحيح أم لا؟ صحيح هم نشروه إذن الحديث في هذا الموضوع دقيق وصحيح ما فيش والدليل أنتم نشرتوا وإعلامكم نشرتوا ما لم تنشروه ما عدا تم عزل أبو عزة وسيني هو أن أبو عزة وسيني تم اعتقاله وتم اعتقاله بخشونة شديدة وتم أخذوا إلى مركز الاستنتاق والتعذيب الذي يعرف به عنطر والجزائرين الآن يسموه مركز عبلاء في بن عكنون والذي أشرف على اعتقاله هو الذي كان أبو عزة وسيني نفسه طرده في أفريل 2019 الجنرال سيد علي زميرلي المدير المركزي لأمن الجيش حينما أعدتم سيد علي زميرلي في مارس الماضي قبل شهر وقمتم بطرد الجنرال بو بكر من على رأس دي سياسة اللي هو نفسه كان جاب ابو عزة وسيني بعد أن طرد ابو عزة زميرلي في مارس 2019 كان هذا في حد ذاته مؤشر لما هو قادم يعني الناس اللي تتابع واللي تعرف المتابعة وتحلل تعرف ما هو قادم عندما تطيح بمدير الأمن المركزي اللي كان عنده أقل من سنة عين في نهاية أفريل 2019 أطحتم به في مارس 2020 وتوعيد تعيين نفس الجنرال اللي كان من قبل اللي هو سيد علي زميري ماذا يعني هذا؟ يعني أن خصومة حقيقية ستقع ما بين مدير أمن الجيش ومدير أمن الداخلي لأن مدير أمن الداخلي لبعزة وسيني هو اللي كان تردسد علي زميري وعندما تعين عبد الغاني راشدي بطريقة صلاحيات واسعة كنائب لبعزة وسيني ثم بعد خمس أيام تعينه بدل نحول آخر تعينه بدل فهذا يدل على أنكم لم تكونوا قادرين على الإيطاح ببعزة وسيني يوم 8 أبريل وقمت بها بالتدرش ويظهر شينغريحة في ظرف خمسة أيام يعين نفس الشخص لمنصبين في الأول عينه نائب ثم عينه مديرة بالنيابة هذا كله يعطي صورة إلى أن هناك شيئا ما هذا لا يحدث في الدول المحترمة يعني لو كان جينا نتكلمه على مدير مدرسة ابتدائية يأتي مدير التربية في وزارة الولاية يعينه يعين له نائب اليوم وبعد خمس أيام يأتي عينه في مكانه تعرف أن الناس المعلمين هناك التاليميذ يعرف أن هناك مشكلة فما بالك أننا نتكلمه على أخطر جنرال في البلاد بعد موت الجاية الصالح وبرغم خصومته معاه في الأيام الأخيرة وأنا كنت شرحت هذا الموضوع وقلت أنه كان يريد هو معه مجموعة مكبار الضباط ولات وزراء رئيس الحكومة إلى آخره كانوا يريدون تعيين ميهوبي في حين أن القايت الصالح اللي كان في حالة سيئة يومها كان مصير على تبون وفي آخر لحظة فطل القايت الصالح وخبروه فأصدر قراره مرة أخرى بأن يعين تبون رئيسا للدولة منذ وصول تبون على أساس أنه رئيس الجمهورية كما تسمونه وزير الدفاع قائد القوات كلها القائد العام للجيش مع ذلك لم يستطع أن يطيح أو أن يعزل مدير أمن الداخلي لماذا؟ لأن مدير أمن الداخلي كان هو الأقوى لم تستطيعوا إزاحة أبو عز وسيني إلا بعد أن استجمعتم كل كبار الضباط كانوا منزعجين منه أو خايفين منه أو كان ارتكب ضدهم حماقات أو طردهم أو ضربهم أو سجنهم على سبيل سيد علي زميري الذي كان طرده شر طردة في أبريل 2019 المدير العام أو المدير المركزي الأمن الداخلي إذن هذه التصرفات تجعل الناس تبحث خاصة في غياب المعلومة الرسمية اللي معروف عليكم أنكم لا تقدمون معلومات دقيقة وحقيقية إلا في حالات نادرة جدا ولحسابات خاصة ثم كيف نفسر رح نعطيك مجموعة تساؤلات لشينغريحة ولمن معها من جنرالات ولتبون ولمن معها في الرئاسة إلى آخر هذه مجموعة من الأسئلة لكي لماذا لماذا الناس تعرف أن ما تقولون تكذبون وحتى هذا البيان الذي خرجته اليوم مليء بالتناقضات وذلك نقول لكم مين تناقضات كيف نفسر من بين الأشياء التي نفسروها تعيين الجنرال أبو بكر أولا طرد يوسف بوزيد في الجنرال الذي كان مسؤول على المخابرات الخارجية في فبراير 2019 يتم تعيين الجنرال علي بن داود بدلو يتم طرد علي بن داود في أفريل بعد الإنقلاب لقام بلقيت صالح على بودفليقاء باسم الحراكة التي طبعا أعطاه تلك الفرصة يتم طرد علي بن داود ويجي أبو عز وسيني ويعين أحد الأتباع له وهو العقيد رملي يعين العقيد رملي مسؤول الأمن الخارجي وقبل أسبوع يتم طرد العقيد رملي في نفس الوقت مع أبو عز وسيني وإعادة يوسف بوزيت نفسه المطروض في فبراير 2019 حينما تقوم بطرد جنرال ثم تعيده لنفس المنصب بعد سنة فهذا معناه كل هذه الفترة فيها إشكال خاصة أنه مش رقية لمنصب آخر بدعية لمنصب آخر لا نفس المنصب إذن هذا يجعل الناس تطرح أسئلة وتطرح تساؤلات وتعرف أن الأشياء لا تمر أن هناك مشاكل داخل هرم السلطة العسكرية وطبعاً أذكرت لكم موضوع دي سياسة وكيف كان طرد الجنرال الذي كان موجود ثم كان جابوا جنرال آخر عقيد آخر ثم جابوا جنرال آخر وهكذا والحقيقة أن أبو عز وسيني ومعاه مجموعة من كبار الضباط بما فيهم العقيد رملي والعقيد ياسين مسؤول عنطر نفسه المدير مركز التعذيب هذا كلهم رهم ما زالوا في عنطر ورهم ما زالوا تحت الاستنطاق الشديد ما تقدرون أن تقولوا هذه الأشياء بكل أسف لأن أن ينتقل جنرال بأنه كان من أقوى الجنرالات كان هو مدير العام للأمن الداخلي كان هو اللي عين ربع وزراء الحكومة والجنرال الآخرين يشاركوا في الأربع الأخرى كان هو الذي يكاد يحي ويميت واستغفر الله على هذه الكلمة لأنه هكذا يتصرفون يعتقدون أنه مروحهم أنهم بقوة الإله ثم تتم الإطاحة بهذه الطريقة فهناك مشاكل فالحقيقة هذه المشاكل ليست جديدة سأعود إلى بيانكم لكن خليني نذكر المتابعين الأكارم بتاريخ الصراعات العسكرية مرة أخرى أذكر بها لنصل فيما بعد إلى بعض الاستنتاجات المهمة والمهمة قد تبدو مهمة ربما الناس يحكموا عليها صيف 62 شعب الجزائري يتحرر من استعمار إجرامي قل له نظير بعد ثورة شعبية عارمة بعد وفاة واستشهاد وقتل مئات الآلاف من الجزائريين فقط بعد 54 نهيك على الملايين من قبل في تلك اللحظات التي الشعب الجزائري ينتظر فيها النصر العظيم واسترجاع البلاد واسترجاع الوطن واسترجاع الأرض واسترجاع الدولة يقوم العقيد هواري بومدين بالزحف على العاصمة والإطاحة بالحكومة المؤقتة وبمؤسسات الثورة الجزائرية ويحدث هرج ومرج وصراع وقتل مؤخراً اعترفوا بمقتل ألفين مجاهد من مجاهديد داخل في معركة زحف قوات جيش الحدود في 62 اعتبروهم شهداء بعد خمسين سنة من الأحداث أو تقريباً خمسين سنة إذن وينصب بومدين ينصب بن بلا رئيساً وبن بلا ينصب بومدين وزير الدفاع وتحدث صراع الولايات ويحمل أي تحمد أحد كبار المجاهدين يحمل السلاح يفر بضياف يعتقى الآخرين يقتل مجاهدين كبار وصراع دموي تخف أحداثه شوية بعد حرب الرمال ثم تعود من جديد ولكن هذه المرة داخل مجموعة وجدة نفسها ويقوم وزير الدفاع ورئيس الدولة يومها أيضاً بن بلا وبومدين ومجموعة من كبار الضباط بإعدام العقيد الشعباني أحد أصغر الضباط معركة كبار الضباط ويقتل هذا الضباط الصغير العقيد الشهير ويعدم بل أن قبره كان حفر قبل أن يصدر حكم الإعدام عن المحكمة العسكرية لترأسوها كبار الضباط عن ذاك بما فيهم الشدل بن جديد ثم تحدث محاولات وصراعات وتنتهي بالإطاحة وزير الدفاع كبير الضباط يطيح برئيسه بومدين يطيح ببن بلا وتحدث محاولات بما فيها محاولة تيل بومدين عدة مرات وأشهرها ربما محاولة الرائب ملاح ثم محاولات انقلابية لعل أشهرها محاولة الطهر الزبيري في ديسمبر سبعة وستين وهكذا تعيش الجزائر على وقع صراع كبار الضباط بدل من أن نعيش على بناء الاقتصاد وبناء المجتمع وبناء البلاد لهدمها الاستعمار تماما فإذا بيه لتركوا الاستعمار كان مازال حوله صراع وداخل جماعة وجدة نفسها لما يستقر لها الأمر قليلا تسرى الصراعات ويهرب بحمد قايد أنا ذاك كان هو مسؤول جبهة تحرير ويقتل آخرون أو يموتوا في ظروف غامضة بما في مزيد الداخلية أنا ذاك ثم يموت بمديا على حين يغرأ جاءه الموت من حيث لا يحتسب وفي ظروف غامضة وهو ابن ستة وربعين عام فقط وبدل من أن يقوم كبار الضباط كانوا آنذاك أعلى رتبة هي عقيد بتسليم الأمر بعد ستعشر سنة من الاستقلال تسليم الأمر للشعب وأن يترك الشعب اختيار رئيس مدني وأن تدار البلاد إدارة مدنية كما هي كل بلدان العالم المحترم والمتحضر أو على الأقل المحترم يقرر كبار الضباط تعيين ما سموه آنذاك أقدم ضابط في أعلى رتبة يعين الشارل بن جديد لم يكن الشارل بن جديد هو أقدم رتبة أو الأقدم في الرتبة لكنه كان الثاني أقدم في الرتبة لكن المهم مره هو ويحكم الشارل بن جديد ومن خلفه كانوا مجموعة كابرانات فرنسا اللي في الرابعة وثمانين أصبحوا جنيرالات عربي بالخير نزار ومجموعة أخرى يخططون ويتصرفون في البيئة وتقع يقع سراع آخر ويتم إسقاط قاعد الأركان مصفى باللوصيف يتآمر عليه ضباط فرنسا ويسقيطونه ثم يسجنونه فيما بعد ويتعرض لتعذيب لكنه إذن سراع مرة أخرى بين كبار الضباط بالرغم أن يومها كان موجود رئيس كان عقيدة جي خمسة أكتوبر ثمانية وثمانين وينتفض الشعب وخلاص يقول نهاية هذا الحكم الفاشل يومها كنا 26 سنة استقلال نهارة سعار البترول في دامة 85 وإذا بالأوضاع تصبح كارثية والناس ملت تدخل العسكر وإدارة العسكر للبلاد وينتفضون على واجهة المدنية اللي كانت لا فلان ونسواق الفلاح وبالفعل يلتقد الشادل بن جديد الفرصة ويكون هناك دستور سعى وثمانين وتجرى انتخابات ولكن الجنرالات اللي ازداد عددهم ازدادوا رتبا وازدادوا مالا يتأخرون قليلا قبل أن يقوموا بالانقلاب القذر الانقلاب الأبشع في 11 ينات 92 ويخير الجنرالات السبعة وثامنهم توفيق يخيرون الشادل بن جديد بين إلغاء الانتخابات التي جرت لتوها أو الرحيل يقرر هو الرحيل أي أن جنرالات يسقطون سيدهم اللي كان هو عطاهم رتبة جنرال ووصلهم إلى هذه المناصب يسقطون نتيجة صدام على الحكم وعلى النظر كيف يدير الشعب في الحقيقة أن الشادل بن جديد سيكتب له التاريخ أنه أراد بالفعل أن يقرر الشعب نصيره وأن يختار الشعب من يحكم وأن تجرى الانتخابات سأتفقنا واختلفنا مع من جاءت به الانتخابات على حين سرعة يتم استقدام أحد الهاربين من معركة الستينات المجاهد الكبير محمد بوظياف اللي ظل ستة وعشرين سنة لاجئا في المغرب يجيبوه على حين عجل ويقبل أن يرأس الدولة أو يرأس مجلس الدولة كما سموه آنذاك ولكن سرعانا ما يصر الخلاف معاه وتتم الإطاحة به وقتلوا على المباشر الجنرالات لم يكنوا يعرفون هذا الرجل جيدا وعندما جاءوا به اكتشفوا بأنه يريد بناء الدولة واكتشفوا أنه يريد أن يحارب الفساد واكتشفوا بأنه بدأ يفهم ماذا حدث واكتشفوا أشياء كثيرة فإذا به يقتل تلك القتلة المريلة يأتون بعلي كافي اللي يصرح فيما بعد بأنه لم يكن لديه جزء من الحكم كان الحكم كله كان في يد نظار ومن معه يرحل علي كافي يجي خال يجي زروال ابتداء أول مرة في 1 فبراير 1994 كرئيسا للدولة قبل أن يعينوه رئيس جمهورية في 16 نوفمبر 1995 ولكن سرعان ما يصرع أيضا مع الخلاف والصراع ويشهد صيف 98 صراع ضباط أدى إلى كوارث بما فيها مجازر رهيبة كانت تجري في العاصمة وضواحيها في ضواحي العاصمة كان جرت مجازر مرعبة وفي مدن أخرى وكان الإعلام لاستئصال يومها يشن حملة عنيفة على الجنرال بيتشين ومن خلفه على الجنرال زروال اللي كان رئيس صراع جنرالات يرمي زروال المنشفة مرة أخرى يتفقوا الجنرالات يجيبوا بمن رفض أن يأتيهم في الـ 94 يجيبوا في الـ 99 هذه المرة بدمغة وموافقة فرنسية أمريكية إماراتية سعودية الآخرين يختارون من يحكم البلاد والجنرالات يدعمون الاختيار ويجيبوا تفليق وتسرى أيضا مشاكل وأرهب لعل واحدة من أبرزها تلك الندوة الصحفية في جوية 2002 إذا كان ذكرتي جيدة ليديها محمد العماري الفريق محمد العماري أقضى الوجه من الجنرالات في الحرب القادرة وواضح يسب ما يسمى برئيس الدولة على العلن ويهاجموا والجنرالات كلهم حاولوا والناس تمسك عصابها هل نحن أمام انقلاب آخر يتأخر الانقلاب ولكن في الحقيقة سيحدث ضد محمد العماري في 2004 حينما يتفق الجنرال التوفيق مع بوتفليقة وعرابيه اللي جابوه من الخارج للإيطاحة بالدوة من محمد العماري ليس فقط باعتباره وجه دموي ووجه باشع للحرب القادرة ولكن أيضا باعتباره أنه أصبح مزعج لنظام الحكم بعد قليل ولا يطول الحال حتى تسرع أيضا إشكالات ما بين جنرال توفيق رب تزير كما كان يسمي نفسه وبعض الجنرالات اللي بدأ بوتفليقة يعطيهم مناصب ثم تأتي في خضم هذا الصراع مقتل علي تونسي في فبراير 2010 وهو العقيد الذي كان تحت يديه البوليس ما يقار من 200 ألف شرطي واللي كان يعتبر نفسه رغم أنه كان أحد حركة أيام فرنسا لكن كان يعتبر من أعمدة دولة التوفيق وتصر الخصومات والصراعات والنزاعات ويعين الهامل رئيسا للشرطة وتمضي الأيام لكي تسقط الدياراس ويتم تفكيكها ابتداء من 2013 صراع جنرالات لكن دائما هذه المرة أيضاً بتدخل خارجي بعد اتفاقية فالدوغراس ويتم تفكيك الدياراس واحدة بعد الواحدة ليس فقط ذلك بل يلجأ الجنرالات المنتصرون طبعاً بواجهة مدنية اللي هو الرئيس المحنط إلى سجن بعض الجنرالات وأهم منه هؤلاء كان الجنرال حسان أو عبد القادر أيتورابي ثم يكملون على توفيق في 2015 بعد أن يطيحون بجنرالات آخرين بعد واقعة زيرالدا وكان إسقاط يومها جنرال المسؤول على الحرس الجمهوري والجنرال المسؤول على الأمن الرئاسي وحتى الجنرال المسؤول على الدرك بوستينة كان فريقاً يومها لتبدأ من جديد بعد سنتين ثلاثة من نوع من الهدوء تعود معركة على خلفية معركة كبرى للجنرالات على خلفية الكوكاين وليشهد صائفة 2018 الإطاحة بعدد هائل من الجنرالات بدأ بعبدالغاني الهامل في 28 جوان 2018 بعد قولته الشهيرة لإحاد الفساد لازم لازم يكون شوى فاسد أو كما قال تقريباً ويسقط في نفس الصائفة جنرال الناحية الأولى، جنرال الناحية الثانية، جنرال الدرك، جنرال الناحية الرابعة نهيك عن عشرات من جنرالات وعقداء لا تذكرهم الناس من شدة أن أسماء كبرى كانت تتساقط في تلك الفتح وتمضي الأيام وينتفذ الشعب الجزائري ويرجع القايد صالح يتكلم عن الانتخابات وعن الشرذيمة وعن أن سنمضي الانتخابات ولن نسمع ومن يش عارف، واليد الخارجية ولكن بعد شهر من الضغوطات الشعبية ومن الانتفاضة يضطر القايد صالح إلى الإعلان عن تطبيق المدة 102 والإطاحة بسيد المحنط في 2 أبريل 2019 لتبدأ معركة أخرى أيضاً بين الجنرالات وليستيقظ الجزائريون على إلقاء القبض على الفريق توفيق وإلقاء القبض على الجنرال ترطاك وإلقاء القبض على مجموعة من كبار الضباط ومعهم بعض المدنيين وعلى رأسهم السعيد بودفليقة وأويحيا وغيرهم معركة تا جنرالات طول الوقت معركة تا كبار الضباط عبث طول الوقت رأنا الآن في 2019 يعني جبت لكم بالمختصر من 62 لنشهد كلها صراع كبار الضباط على الحكم وعلى السلطة وعلى النفوذ وأحياناً يصل الصراع لأنه يصبح دموي كما كان في 62 ومرات في 64 أو في 65 أو في 98 أو في 92 أو 98 إلى آخرين ومنذ ذلك التاريخ هاو طاح جنرال هاو سقط جنرال هامسجن جنرال هاو هرب جنرال هذا هو العبد لذلك عندما تصدر بيان اليوم بيان تافه وتتحدث فيه بهذه اللغة لا أحد يصدقك كان من الأولى أن تقول نعم تمت الإطاحة ببعز وسيني وأوجهت له التهم التالية واحد اثنين ثلاثة أربعة وهو يخضع للاستجواب كان هذا أفضل لكم وأقرب إلى الحقيقة أما أن تقول تفنت قطعيا هذه الدعايات المغرضة ما من الدعايات المغرضة؟ يكراكم أنتم جبتوها في صور تلفزيونك آه ممكن تتحدث على بعض جنات الآخرين من يؤكد أنها دعايات المغرضة؟ ونحن نعرف أن لشخم سحبت منه مثلا في مارس الماضي مركز الغاية التصنت كان دائر مركز الغاية التصنت بدلا أن يتصنتوا على الجهات المعادية البلاد أو يتصنتوا على الشعب على المقاوين وعلى بعضهم البعض وهو بالفعل معتقل إذا لم يذهب في السجن فهو على بوبا يدخلوه هذا معروف وستظهر هذه الحقيقة بعد أيام أما علي كروم وعمار عمراني وغيرهم ستظهر أيضا في الأيام القادمة هؤلاء كانوا على علاقات وطيدة ببعز وسيني وإلا إذا تراجعتم عن محاكمة ببعز وسيني وأنا أستبعد ذلك لأنكم تعرفون لو يعود ببعز وسيني فسيقوم بسحق ومسحق ولذلك نتوقع أنه سيختفي ربما إلى الأبد ثم عندما تقول دعايات أين قرميح قرميط بونويرا أينه؟ أليس هارب بملفات عسكرية بالغة الأهمية وموجود في الإمارات؟ أين هو الجنرال شنتوف؟ أليس هارب في فرنسا؟ كان قائد من ناحية الأسكرية الأولى؟ أين هو الجنرال عبد الرزاق شريف؟ أليس هارب؟ كان قائد من ناحية الأسكرية الرابعة وكانوا محضرين وكان الذباب نتاحهم يقول بأنه سيكون هو خليفة للغاية الصالح وكان أحد المخادعين اللي كان يتكلم على التطهير ما التطهير يقول بأنه هو أقوى الجنرال وهو الذي يقوم بالتطهير والغاية صالح الخائن سيتم طرده ويأتي من بعده الجنرال عبد الرزاق شريف اللي ليمر هارب في أوروبا أيضا أين هو الجنرال نزار وزير الدفاع وقائد انقلاب 92 وصانع الرؤساء ما بين 92 إلى غاية بوتفليق؟ أليس هاربا في إسبانيا؟ والجنرال الصواب نسيب القيد صالح على الأرجح أيضا على الأرجح أقول هذا لسنا متأكد مازال أنه هاربا أيضا في فرنسا أين هو بالقصير؟ جنرال الدرك قائد الدرك لفعل الأفعيل في ما بين أفريل خاصة في الحقيقة ما بين اعتقال هامل في جوان 2018 إلى جويليا 2019 قبل أن يهرب عندما شعر أن أبو عزة وسيني يريد أن يحتقلوا بالرغم أن أمكانوا كلهم من حلفاء القيد صالح ثم يا كاتب البيان يا شنغريحة ويا من معه عندما تقولون هذه المغرضة والتغييرات رحكم تقولوا من جهة أن هذه مغرضة ومن جهة أخرى لم تعجبها التغييرات اللي يقوم بها السيد الرئيس رح يقوم بتغييرات أم لا هذا السيد الرئيس رحكم تقولوا هو قوم بالتغييرات لماذا تنفون إذن هذه الأخبار؟ وعلن في هذه الأخبار هناك اليوم عشرات الجنرالات في السجوم كل مرة أني نذكر بأسماء بعض لأن الأسماء كثيرة لكن مرة أخرى أين هو السعيد باي؟ أين هو الهامل؟ أين هو مناد؟ أين هو مهنة جبار؟ أين هو الجنرال حسان؟ أين هو ترطاد؟ وأين هو توفيق وغيرهم؟ المشكلة أنكم وضعتم أنفسكم هذا الوضع وجعلتم الجزائر مهزة أمام العالم دخلتم برجليكم في السياسة؟ من 62 وهو حكم عسكري كلما مرت الأيام كلما زاد انحرافاً كلما مرت الأيام كلما زاد صراعاً كلما مرت الأيام كلما ترك الدول الخارجية تتدخل في شؤوننا كلما مرت الأيام كلما ضعفت البلاد خاصة في الثلاثين سنة هذه الأخيرة 28 سنة منذ 92 هل يقدم جيش على قتل شعب؟ لأنه قالك فيه مجموعات إرهابية نوع قتل شعب فاعترفون بمقتل أكثر من 200 ألف ليس الجيش الجنرالات هم اللي أمروا بهذا وقائدهم هو اليوم هارب ومعه أيضاً معلومات ومعلومات كثيرة نزال حينما تدخلون في هذا ليدخل لإدارة شؤون المدنية ودورة شؤون السياسية وهو جاهل ومتخلف ولا يفقى حتى في الشأن العسكري فما بالك بالشأن المدني ويعتقد أن المجتمع كازيرنا لازم توقف له في القردغو طبيعة الحال إن ينتهي الأمر به إلى ما هو إليه نتمنى فقط أن لا تكون الأمور أسوأ وأبشع في ما هو قادم في هذا البيان يضيف وأعتبر الوزارة هذه الإشاعات محاولة يائسة لبث البلبلة وزرع الشك في صفوف الجيش الوطني الشعبي هل هناك واحد يزرع الشك اليوم داخل الجيش الوطني الشعبي وداخل البلاد وداخل الشعب مثل ما تفعله بوعزة كان أقوى جنرال قبل عشرة أيام يصبح اليوم يستنتق بالكف وربما بالشاليمو وأقل شي تعترفون بالإيطاحة به هل من كان يقول أنا رب تزالي مدة خمسة وعشرين سنة يسجن اليوم وإن كان صحابهم بدأوا يرجعوا والذي خلفه مسجون أيضا والذي كان عنده مئتين وخمسين ألف تحت يده الجنرال الهامل يسجن واصل أن يبكي عندما يسأل عن العقارات وعن الملايير اللي انهبها بلا حساب من يسيء للبلاد؟ من يسيء للجيش؟ من يسيء للجزائر ولشعب الجزائر؟ الجنرالات اللي في السجون أو اللي في التشريد والهروب؟ أو اللي مرعوبين؟ أو اللي تحت الاستنطاق؟ أو حتى اللي في السلطة أم أن الشعب؟ أم أن حرار الشعب؟ أم أن بعض الذين يعلقون ويحللون على ما يسدر؟ بعضهم يخطئ وبعضهم يصيب وبعضهم لكن في نهاية المطاف السؤال من أوصل؟ هل وجدنا مثلا شعب الإسباني يتكلم على الجنرالات إسبانيا؟ أو يحلوا ما يقومون به؟ ولا الألمان؟ ولا حتى هذه الدولات الخليج؟ ولا حتى تونس؟ ولا غيرها؟ لماذا؟ لأن الجنرالات لا يتدخلون في الشئ السياسي أو يتدخلون بشكل محدود ومحسوب وووووو عندما تظهرون في هذا الوضع وخاصة مع الحراك وخاصة مع هذا العالم اللي هو قرية واحدة مع السمارتفون ومع الفيسبوك واليوتيوب وخلاص ما فيش أشياء تخفى والكل سيدلي بدل وسلاء سواء كان عارفا بخفايا الأمور ومحللا وقادرا على فهم ما يحدث أو كان يتلاعب ويعبث كما يفعل البعض أنتم جبتوه لنفسكم ابتعدوا عن السياسة ابتعدوا عن شأن العام ابتعدوا عن صناعة الرؤساء ابتعدوا عن قضاء تليفون عن إخذاء تليفون وإخذاء الصحافة ابتعدوا عن هذا يبتعد عنكم المغرضين كما تسموهم أو الخاوانة أو سموهم ما شئتم ابتعدوا سلموا الجزائر إلى شعبها الشعوب هي التي تحمل أوطان ليس كمشة جنيرالات أنتم خطر على البلاد وقد ثبت هذا وهنا أعطيتكم أنثلة بسيطة وما تخلش في تفاصيل كثيرة تظنون أن واحد مثلي مثلاً أنه فرحان أنه يطلع كل يوم بش يتكلم وجزء منه بش يتكلم على كمشة من الجنيرالات التي خربت البلاد وقد أكون متعب وقد أكون مرهق وقد أكون مريض تظنون أن هذا بالنسبة لينا نزهة تظنون أننا حينما نرى ما يحدث في بلدنا والعبث الذي يحدث فيه هذا نزهة لنا هذا سكين في قلوبنا هذا إزعاج هذا إضعاف هذا نقص من أعمارنا لكنها بلدنا وأنتم فيها عابثون حقيقة مؤلمة من 22 فبراير الناس يقول لكم نريد دولة مدنية تقرير المصير هذه جمهورية مشي كازيرنا لكن لكم لا تسمعون قد ثور واحكم وتعتقدون أن الجزائر هي قلوب ديبان موريتي وما شابه الجزائر معاناة شديدة الجزائر ملايين من الفقراء ملايين من المعطلين ملايين الذين لا يجدون ما يأكلون ملايين من من الآن الضربوا على المليون سنتيم على خمسين أورو في بلد كان يكفر لربعمائة مليون في بلد عملاق قيده كبار الضباط الملاعيم إذا أردتم كنت قبل فترة أقرار لكم في الرسالة اللي أرصالها لكم أحد الأفاضل لماذا الدولة المدنية في مصلحتكم وأنا وصلت للنصف فيها ما زال نرجع للنصف الثاني الدولة المدنية في مصلحتكم دولة العدل والحق والقانون في مصلحتكم الجنيرالات اللي رمقابعين في السجن الآن عن حقه وعن باطل في مصلحتهم الجنيرالات والعقاداء وكبار الضباط أو صغار الضباط اللي يمروا على التعذيب وعلى الشتم وعلى السجون في مصلحتهم لأن الدولة المدنية فيها الرقابة فيها التفتيش فيها الإعلام الحر فيها المجتمع المدني الحر فيها القضاء المستقل كل هذه الأشياء تكشف هنا في هذه البلاد عندما يقتل عسكري مرات في التدريبات أو نتيجة لأنه ضغطوا عليه أو تقوم القيامة في الصحافة أكبر رأس في الجنيرالات اللي هم أخذوا حروب وضد دول يقول لي يرتعش ويجيبوا الإعلام ويجيبوه النواب ويجيبوه ويسألوه أسئلة تعرقوا واللي يتابع مرات الكونغرس الأمريكي شاف كم مرة يجيبوه جنيرالات أربع نجوم أربع نجوم جنيرالات أربع نجوم ومع ذلك النائب أو الكونغرسمان يعرقهم تعرق يقول له يتلبو في السمح يقول له سير 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 سيدي سيدي هاي الدولة المدنية لكنها في مصلحتهم هذه اللي خلات جيش الأمريكي يكون هو أقوى جيش في التاريخ وخلات جيوش غربية بأعداد يعني كثير من بلدان الغربية هما ربع الجيش أو نصف الجيش لكنها قوة كبرى الجيش ليست دبابات وأعداد ومناورات الجيوش قبل كل شيء عقيدة قتلية وإدارة مهنية وشعور بالكرامة الجندي والضابط اللي ما يشعرش بالكرامة لن يدافع الوطن الجندي صف الجندي والضابط المهان اللي يتسب أمه ويسجن ويضرب ومناورات ما يلقش وشياكل لن يدافع الوطن وإذا دافع فهو نوعية استثنائية الدولة المدنية في مصلحتكم أنتم قبل أن تكون في مصلحة شعب لأنها تحميكم من صرعاتكم من تقاتلكم من خداكم لبعثكم البعض من أحفر لي هنا نحفر لك الدولة المدنية تعطي الحقوق لأصحابها تنصف المظلوم وفي أقل الأشياء الظالم والفاسد ما يصلش للمنصب وإذا وصل يفضح ويكشف دولة مدنية مشي عسكرية هذا الشعار الشعب وسيرفع وستقبلون به رغبا أو رهبا ستقبلون به إما طائعين أم إما وأنتم خاضعين لأنه هو الذي سينقذ البلاد وسينقذكم من أنفسكم حي الله الحرار في كل البلاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر